اخذنا معاك بسليمان بروعة سردك إلى معسكر الأول والثاني والثالث نلاحظ في مجموعة الصور التي أمامنا الزنزانة نبي تفاصيل الزنزانة بسليمان تمام أنا أبي المشاهد لما يقرأ الكتاب أو يسمعني في اللقاءات سواء كان في برنامج معتقل 552 أو في الصندوق الأسود لما يسمع عن الزنزانة في المعسكر الأول والثاني والثالث أن نحن نقدر نتواصل ونشوف بعض هذه هي الزنازين لاحظوا الفتحات الفتحات هذه تقدر تشوف المعتقل اللي يمك بجوارك والمعتقل الذي أمامك وهذه هي الأغراض طبعا ليست كل الأغراض اللي عندك لا لأن التي شيرت هذا ما كان عندنا برتقالي فقط عندنا التي شيرت اللي معظمة بوليستر حار ويسبب لك حكة وحساسية وغالبا ما يكون غاسلين بصابون والصابون مو زايل منه عشان يسبب لك حكة وحساسية عانينا منه الكثير الماترس اللي هو الفراش هذا الثخين هذا الفراش أصلا لا يعطى لا ما يعطونا يا إلا بعد كذسنا وحتى لما جابوا أصلا هذا الفراش فراش يعني سبب لنا آلام شديدة في الظهر ليش لأنه يخلي ظهرك متقوس فسبب لنا آلام شديدة ومع هذا هذا كان فقط يعطى للأصحاب الدرجة الأولى يعني كامتياز وأصحاب الدرجة الأولى ما استخدمه أصلا لأنه سيء جدا اللي فوق المسباح بسليمان في شغلة فوق المسباح آه ما شاء الله عليك أول شي قبل هذا الشامبو هذا أصلا مو لنا هذا أصلا ما كانوا يعطونا إياه كانوا يعطونا شامبو بالبلاستيك قليل جدا علشان نستخدمه وقت الغسل الرحينية لها إن شاء الله بعدين وهذه القارورة ما يعطونا إياها إلا بعد سنين والكوب هذا يعطونا إياه فقط في وقت الأكل ثم نسلم مرة أخرى ما نبقي ما سمحون لنا بالأبقاء ما يسمحون للأبقاء إلا لأصحاب الدرجات الأولى المسباح لأصحاب الدرجات الأولى privilege امتياز هذه سدادات الأذن اللي فوق المسباح مفرد لكم سدادات حق النوع سدادات الأذن هذه فقط للدرجة الأولى امتياز يعني أصحاب الدرجة الرابعة والثالثة والثانية ما لهم سدادات أذن رحمة بصوت المروحة اللي تكلمين طبعا لا هنا ما كان فيه مروحة هنا إزعاج مستمر 24 ساعة من الجنود الجنود رايحين يايين وأصلا مخلين الأرضية بعدين راح تهيننا إن شاء الله صوت السرير السرير راح نقول إن شاء الله صورة أوضح السرير يطلع صوت مع أي تقلب أي حركة يطلع صوت الممر اللي يمشون على الجنود أيضا يطلع صوت الصورة اللي بعدها هذه لاحظ معاي الملابس مو ملابس برتقالية ملابس لونها بالضبط اخلاف للوان بني سلام عليك يعني لقينا البرتقالي والحين البني واعتقد فيه لون ثالث الأبيض هل لها دلالة معينة؟ بالضبط البرتقالي إحنا كنا نلبسها فقط البرتقالي اللي قوانتانموا كلها لكذا سنة بعدها أعطوا الدرجة الأولى قالوا الدرجة الأولى يلبس الرمادي هذا أو البني ما دلي شو فليس البرتقالي البرتقالي الدرجة الأولى والثانية والثالثة الثانية والثالثة والرابعة الدرجة الأولى يلبس الرصاصي هذا أو البني والكامب فور يلبس الأبيض يعني بتقسيمه بحيث أن يشعرونك أنه امتياز وفي الحقيقة لا امتياز ولا شيء يعني حتى الدرجة الأولى يعطيك يعني يبلك القارورة من غير رأس أو درجة ثانية يعطيك القارورة الماء فارغة علشان تقدر أعزكم الله تستنجي فيها لأن معاناة مسألة الكوب ترى وجودة في السنسانة مهم جدا 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 يعني لدرجة أن بعض الشباب يحاول ما يخالف القانون أبدا وليسوا مشاكل مع الجنود عشان يعطونا الكوب لأن الكوب هذا أنت تقدر تستنجي فيه تقدر تغتسل فيه يساعدك فمن غيره صعب يعني أنت شون تستنجي معاناة كانوا يعني يستخدمون الكوب كعقاب للمعتقل عقاب نعم وسحبة الكوب هل فعلا يعني بهذا التأثير؟ بهذا التأثير صراحة يعني لدرجة أن هذا أكثر شيء يسحب الكوب منك شلون تستنجي شلون تستنجي؟ معانا يعني إحنا القياس بسليمان هو أمر الكوب يعني كوب لأن أنت عندك بداء الكثيرة أفضل من الكوب لكن اللي ما عنده إلا الكوب لا الكوب بالنسبة له شيء مصيري يعني مثل يعني شا قل لك اللي ما يقدر يلبس هذا الحذاء عنده حذاء آخر فيه بداء بس إذا ما عندك إلا هذا الحذاء ويا يأخذ منك أو تمشي حافي تخيل تمشي حافي بره تروح السوق حافي من غير تشبيهي يعني لاحظ معاي السرير طبعا يعني تخيل الدرجة الثانية يعطيك القارورة من غير الغطى الدرجة الأولى يعطيك غطى القارورة يعني كأن غطى القارورة امتياز أن الله أنت الآن تقدر تغطي القارورة تقدر تسكرها تخيل اشتبي أحسن من هالامتياز هذا أن أنت عندك غطى القارورة وغيرك ما شايف أنت الآن تستهزئ يعني هذه من الأشياء والتأملات قوانتانم ولمن أستشعرها شايف أنت الآن تستهزئ بالقارورة وغطى القارورة شنو؟ شنفر أنت ما تحس فيها صح؟ تحس أن تفاهة أنا دائما أستشعر هالشيء أن أهل الجنة يرون هذه الفروقات الدنيوية بين الناس كمن يملك القارورة من غير غطى القارورة ومن يملك القارورة بغطائها شفت التفاهة هذه والفروق بين هذا وذاك والله أهل الجنة يرون الملياردير والفقير اللي ما عنده لقمة يسد فيها جوعة الفرق اللي بينهم كالفرق الذي نراه بين من يملك قارورة ومن يملك قارورة بغطاء القارورة قبل لا ننتقل بسليمان حق الصورة اللي بعدها هل تعتقد طريقة العقاب يعني لما أخذ منك الكوب والامتياز أني أمنحك غطى القارورة يأتي ضمن ترويض الخيول الجامحة؟ يعني هل فعلا هو جزء من راديو رينج؟ بالطبع كل شيء فيه قوانتانامو كان له تأثير نفسي سواء كامتياز بمنحك الغطى القارورة في البداية كنا نستهزئ في البداية كنا نستهزئ إنه غطى قارورة إيه وشنو هالغطى القارورة يعني بس مسألة الكوب مسألة الكذا بس مع الأيام ومع الأسابع مع الأشهر لا كان لها أثر كان لها أثر فتأثيره كان بالنسبة لي مهم ليش؟ لأنه لو لا هذا التأثير لما أدرك هذا المعنى المضمر في داخل هذه التجربة الإنسانية إنه حقيقة الدنيا لأنه شعرت بأهميتها لو ما شعرت بأهميتها ما فهمت الدرس فاهمني؟ ما فهمت الدرس اللي من وراء فشعوري بأهميتها وإني كيف أتغلب عنها أقول معقول مرات أرجع إلى عقلي وأقول معقول بعد أن أخرج من آثاري النفسية هذه الآثار النفسية أنا حاول أني أتخلص منها فأنظر إلى هذا الحدث بعين العقل وأقول معقول هذا أثر علي بها الطريقة فأتذكر الدنيا وإن كيف السابق كانت تأثر فيني وهي في الحقيقة خاطة قارورة لا أكثر لاحظ هذه الأغراض اللي عليها فقط الفنيلة التي شيرت الفنيلة عفوا والبنطلون والنعال والآيسومات هذه الأشياء اللي أنت ذكرتها في الكتاب كان ما يعطونا إياها هذه إلا بعدين بعد سنين يأبونا إياها بدالها كان شرشف سنين استمرنا بس هذه أغراضنا في الزنزانة تمام؟ يعني من دون المسباح من دون لا 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 مسباح هذا ما شفناه لبعد سنين ومتياز لأصحاب الدرجات الأولى أو للرابع لاحظ الزنزانة المفتوحة شوف الزنزانة المفتوحة السرير ملتزق بالأرض قبل شوي كانت صفيحة معدنيا ليش الفرق؟ الفرق أنه بسبب المعتقلين ألسقوها بالأرض ليش؟ صارت مشاكل مرة ضربوا واحد من الشباب الله يذكره بالخير أخ مغربي حبيب الكل يحبه محترم خلوق هادي الحمد لله قريبا الله سبحانه وتعالى فرّج عنه فضربوه الجنود ظلما وزورا فإحنا ما ملكنا نفسنا فقمنا أنه ما عندك شيء إلا أنك تضرب الأبواب تضرب تخيل معاي أبيك تتخيل إحنا داخل في الزنزانة وإحنا نضرب الحاجز هذا ونضرب السرير الصفيحة المعدنية ننام تحتها نحط الأيسومات تحت وننام عليه ونضرب برجنس الصفيحة المعدنية فوق ضرب 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 وأنا كنت معاهم صراحة ضرب إزعاج غير طبيعي يعني فعلا الجنود في البداية كانوا يضحكون يستازون بعدين قاموا ينساجون شاتاب وإحنا مطنشينهم ضرب ليش تضربون أخونا أزعجناهم ذاك اليوم فمع الضرب أقول لأ وحم الشاب يقول يا شباب ترى السرير بدأ ينخلع وهو مثبت مثبت باللحام وأنا قمت أضرب أقول لأ حتى سريري قام ينخلع انخلع سريري وقمنا نضرب السياج الأمامي اللي مباشرته ينقلك إلى الممر اللي على الجنود مخيف وصار استنفار في العنبار وقوات الشغب وعاقبونا والله عاقبات شديدة بس ليما ما يخالف فالقصد بعدها ما سووا طلعونا من الزنازين ويابوا العمال ولحموا الزنازين بهذه الطريقة اللي انتوا تشوفونها اللي بالأرض بحيث انك ما تقدر تدخل تحت السرير وترفسه وخلوها ملحومة بطريقة أقوى بكثير لاحظ معاي النافذة النافذة هذه في البداية سنين طويلة كانت مفتوحة فكان المطر يدخل علينا ويبل ثيابنا ونبقى فيها ما يبدلون عبارة عن فتحات الفتحات هي يشوف لاحظ مع الهوى لأن هناك أحيانا تيها عاصير 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 فبعدين يابوا سووا هذه النافذة ليس حفاظا علينا لأنه خلونا سنين من غيرها لكن استخدموها كوسيلة للعقاب أداة من أدوات العقاب أن يسكر عليك النافذة فما تستطيع أنه ما يلك الهوى النقي ما تقدر تشوف السماء لأنه أمامنا فيه شبك أخضر شراع أخضر بس إحنا نقدر نشوف جزء قليل من السماء على الأقل طيور يسكر عليك الزنزاء النافذة علشان يمنعك تماما صورة اللي بعدها هذا المصباح اللي على السرير طبعا هذه الأغراض اللي تشوفها لا تقتر فيها ترى هذه اللعبة ما أعطوها إلا قليل جدا لأصحاب الامتياز وبروحة يلعبها يعني لدرجة أنه مرة واحد أعطوه للعبة قليلة نادرة جدا أنا هذه ما شفتها في قوينتانو ما أعطوني إياها طول قوينتانو ما أعطوني إياها وشبي فيها أصلا لكن المهم تبت أكسر السرير بسليمان ذات فهذه كان الأخ يبهى ويحطها يلعب أمام الجنود ويروح ينتقل للجهة الثانية ويلعب يعني كأنه هو الشخص قاعد يلعب مع نفسه يقول شا سوي يقول ألعب مع روحي بس يعني مجرد حركة علامية حاطلت اللعبة بسليمان اللعبة فيها نرد يعني أهم فيها إشكال طيب هذه الصورة صورة العنبر قبل صورة العنبر بسليمان إذا تسمح لي البوكس اللي فوق الأبيض يقلنا المصباح هذا اللي 24 ساعة يا سلام أحسنت هذا 24 ساعة كانوا مولعين عليك وبضوء قوي قوي لكن اللي أقوى منه كان في المعسكة الخامس قوي والله جدا أقوى من هذا بكثير في وقت النوم حتى في الليل ما يطفأ هذا ترى 24 ساعة 24 ساعة أذكر في الكتاب ذكرت أنه كانوا يمنعونكم وأحيانا عفوا آسف أحيانا يطفونه في النهار ويولعونه في الليل يبقى في الليل مولع فانتلا في النهار النهار ضوء وفي الليل أيضا ضوء بسليمان ذكرت بالكتاب أنه كانوا يمنعونكم من تغطية الرأس أثناء النوم وضوء شغال حتى لا يستطيع تغطي رأس يعني كان كنا ممنوعين من تغطية الرأس واليدين طوال اليوم ممنوع إذا أنت نايم تعرف وقت النوم الواحد ينسى ويغفل خلاص عقله يغيب غطيت رأسك غطيت يدك تخيل بهدوء النوم يرفس الباب بعنف شنو شعورك طبعا حديد والصوت عالي قوي جدا فتقوم مفزوع فزع يقول لك لا تغطي رأسك ولا تغطي يدك طول اليوم لازم أنت منتبه أنك ما تغطي رأسك ولا تغطي يدك هذا الانتباه معناه أن أنت مو مرتاح بنومتك هذا الكلام مو يوم مو سبوع مو شهر سنين طويلة فعلشان أنت تستشعر مو بس تسمع القصة إذا تريد تستشعر عيشها أن تخيل نفسك نايم فجأة يرفس الباب لأنك بس مو مغطي رأسك مغطي رأسك ولا مغطي يدك سليم ما كانوا يستغلون القانون هذا الجنود إن مثلا حتى لو واحد مو مغطي رأسك كثير يا سلام عليك كانوا يستخدمون ضدنا في أن يرفس الباب حتى لو أنت مو مغطي رأسك نايم أنت مو مغطي يرفس الباب بعنف ليش مغطي رأسك أنا مو مغطي لكن أنت مغطي تقدر تقول له من المصدق أنت ولا الجندي عند المسؤول الجندي يمر عليك يقول لك فود تقول له نعم يمشي عنك يقول رفيوزل رافض تقول له أنا ما رفض يقول له أنت رفض وتبقى اليوم جائع وألم الألم النفسي أشد من ألم الجوع وإنت قاعد تتكلم عن قوان تنمو مو هني إن ما يابولك غدا رايح للمطعم تاكل وإلا عندك في الثلاجة عندك ما تعوض ما فيه خلاص وأصلا الأكل قليل والألم النفسي أعظم بكثير من الجوع أنت ما شاء الله عليهم الشباب ما شاء الله عليهم بالأيام والأسابيع يضربون عن الطعام من أجل القرآن ومن أجل كذا بس أنا قاعد أكلمك على الألم النفسي المترتب عليه أن أنت مو متهيئ أنك أنت تمتنع عن الطعام مو متهيئ هو قرر بذلك هو قرر بذلك فتحس أنك فعلا يعني أنت تعيش في استعباد أن حتى أكلك أنت ما تملكها ليس لك أي حقوق عند هؤلاء هذه الصورة صورة الممر أبيك تستشعر هذا الممر ترى يطلع صوت فيه لاحظة والتعرجات هذه اللي في الأرض ينبينها هذه التعرجات لأمرين بعضها فيه فتحات صغيرة علشان الماء يمشي لأنه يغسلون الجنود يغسلون الممر لازم يغسلون الممر فلما يغسل الممر يعني في عملية تغسل الممر يرش الماء على المعتقلين أحيانا أحيانا بالمساحة مع الصابون يرش عليك وعلى ملابسك على أساس أنه قاعد يغسل العنبر قاعد يعقم العنبر قاعد ينظف العنبر حرصا على صحة المعتقلين يرش الماء والصابون عليك على ويهك على ملابسك هذا يحدث كثيرا غير هذا أنه فيه تعرجات في الأرضية العنبر تطلع صوت فالجنود يمشون عليه وتطلع صوت طوال الوقت طول ما الجنود يمشي عليها ويتطلع صوت تخيل ولازم الجنود يمشي 24 ساعة واحد رايح واحد يهاي إنزيم بس لما شنو القم هذا القمع وقت الصلاة هذا القمع استخدموه بعد سنين للإعلام إن هؤلاء لهم حقوقهم إن وقت الصلاة إحنا نضع هذا القمع بحيث إنه ما في جندي يطلع صوت شاذابين دجالين أقسم بالله معظم أيامي في قوانتانمو كانت استهزاء بالصلاة لكن في أوقات معينة اللي هي سنة 2011-2012 وبعض الأوقات في السنوات الأخرى كانوا فعلا يحترمون الصلاة يخلونه ونفس الجندي اللي يستهزئ بالصلاة لما يقولوا لهدي لأنا قلت لكم قوانتانمو مثل موج البحر ليست على حالة واحدة فلما الإدارة يقولوا لهم هدوا أو المجموعة هدوا والله العظيم شفت جندي خبيث جدا دائما يعني يشد على المعتقلين في القيود ويدفع المعتقلين في القيود ويهين ويذلن ويمشي على أطراف أصابعة ما أبالغ لكم والله إن على أطراف يعني أنا أعي هذه الكلمة مو إنه مبالغة لا 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 يمشي على أطراف أصابعة ويشدي شوي وقت الصلاة يقولوا هذا يمكن الله هدى ما أدري بعد ما الإدارة تغيره ويقولوا لا نفسه ويرجع خبيث نفس ما كان